موسيقى السلام عليكم ازايكم وبعد في كل مكان النهاردة فيديو جديد من قناة فنون القرشي والنهاردة هنعمل مع بعض تشيرت بغرزة السطور المائلة بغرزة الحشو وكانت جاية لي اسئلة كتير قوي ازاي لو حابين نعمل الغرزة دي بان احنا نعملها قطعة تنفع سواء تشيرتة او بطنية او حتى المفرش سرير ده كده شكل التشيرت معانا طبعا اللي بيشوفني اا لأول مرة اا انا كنت اشتغلت قبل كده الكوفية دي معاكم اهيت وكان ليها فيديو على القناة وكان الحرف بتاعها بينتهي بميل بسبب ان هي مسلسات متدخلة زي ما احنا شايفين كده فكت كل الاسئلة عايزين اا يعرفوا ازاي نساوي البداية الشغل او ينتهي الشغل معانا اا بميل فانا هنا النهاردة حبيت ان انا اشرح معاكم اا الطريقة واا احب ارد يعني عايز ارد على اغلب الاسئلة اللي جاتلي مخصوص الموضوع دوت الغرزة دي بتي ديكي اشكال كتير جدا اا لو اختلفنا اا في التكنيك بتاعها شوية يعني شايفين هنا الميل منتهي للنص بس يديني شكل مختلف ده كده شكل التي شيرت ومن فوق حطيت له خيط من الشعر واشتغلت الكم بغرزة الحشو برضو في الحلقة الخلفية زي ما احنا شايفين كده تي شيرته كله اشتغلناه النهاردة بغرزة الحشو في الحلقة الخلفية بسيط جدا اا بنشتغله قطعتين قطعة الامام وقطعة للخلف وبنرجع نشبكهم من من الجنب ونراعي واحنا بنشبك ان السطور تبقى ماشية في اتجاه واحد علشان يبقى شكلها حلو هوريكوا اا بعض الاشكال لو غيرنا في تكنيك الغرزة كان فيها اسئلة بتقول اللي تنفع مسلا بغرزة العمود او النص عمود لا هيبقى شكلها مش لطيف وهيبقى الشكل التاحة مش زريف كده وهيبقى مفيش تضليع حبيت اوليك شكلها اا بيبقى عمل ازاي وبصوا هنا برضو ده كده شكل تكنيك تاني خالص نفس الفكرة بنفس الطريقة اا لو احنا اشتغلناها اا مع تناقص التمن غرز مش اربعة اا لان التكنيك الغرزة ان احنا بنسيب في اواخر كل سطر اا اربعة غرز هنا سايبة تمانية فادكي الشكل ده هو حلو بس مختلف تماما عن شغل اا الكفية او بيديكي اا ميل وتداخلات كتيرة زي ما احنا شايفين كده حبيت برضو عملك عينة من الشكل عشان تبقى واضحة معاكي طيب ازاي هتبقى معانا مستطيلة من تحت او الخط بتاعها مستقيم زي ما احنا شايفين كده احنا ما بنشتغلش الغرزة بتاعتنا على طول احنا بنشتغل في الاول اا عدد من السطور اا ايا كان انت حبا عدد السطور ده اا في الاول هتبقى عدد السطور كاملة اا سطر بطوله يعني فانا اشتغلت هنا حوالي ست سطور اا او حتى سبعة زي ما انت حبا في الاول كده وبعد كده بنبتدي الغرزة بتاعتنا ابتدى الميل بتاعنا اهوت خلاص وهنا علشان خاطر تمن غرز سايباهم فالسطر بتاع مساواة الميل هتلاقيه نازل بالشكل ده مقفل في النهاية مش هيبقى ده كده لأ هتلاقيه في مساحة اهيت طبعا الشرح هيكون اوضح اا الحابب يفهم قصدي قوي هتلاقيه يرجع في فيديو الكفية هيبقى فاهم قصدي اوه شايفين ده شكلها شوية عاملة زي آآ شكل الخشب عارفين شكل الخشب مش بيبقوا متدخل كده وفيه كتير تعرجات اهي ده كده الشكل يبقى احنا عرفنا الفكرة منين الفكرة الاولانية ان احنا بنساوي الدلوي ما يبقاش معانا بميل من احنا هنبتدي الاول نشتغل سطور من العدل يعني سطور كاملة آآ في الاول حوالي آآ ست او سبع سطور زي ما انت حابة هنا هي الغرزة بتاعتنا اللي اقصد بيها عشان تفاهمين قصدي ازاي ما يبقاش الدل مميل شايفين الدل هنا مميل معناه ازاي عشان مسلس طبعا على فكرة انت ممكن تشتغل البلوزة كده عادي خالص وتبقى معاك بميل آآ في بعض الموديلات كده آآ انا حاولت اشتغل كتير جدا جدا على الموديل ده علشان خاطر آآ احاول اطلع لكو احاول يرد فعنا علشان خاطر هو ملهوش بطر فحاولت كتير ان انا اشتغل ان انا اشتغلت الموديل ده اجتهادي من عندي آآ لما شفته على الانترنت عجبني حاولت ان انا اشتغل لكو عليه فطبعا ما ينفعش اطلع معلومة كده غير لما اكون متأكدة منها واكون فعلا جربتها بايدي. فزي ما احنا شايفين كده. فانا اشتغل واعرف الفكرة آآ جات ازاي. فانت لو حابة تشتغليها ويكون فيها ميل كده ما فيش مشكلة بس انا حبيت اجرب واعرف ازاي اساوي الديل من تحت ويكون معايا مزبوط. فان انت هتعميه زي ما قلت لك كده. وطبعا علشان ينتهي معانا وحاول ازبط الميل آآ تبعي معانا الشرح. وان شاء الله تستفادي بحيس لو حابة ان انت تنفيزيها في مفرش آآ او في بلوزة او حتى في عمل كارتجان. هتبقى معاكي الفكرة حلوة قوي. ولكن انا حبيت عمتا الفكرة دي. اللي هي فكرة المسلسات. اللي هي الواسعة دي اكتر. اللي هي عن تنقص اربع سلاسل بس. فطبعا انت عشان تعملي ده انت تقدر تشتغلي على اي عدد وتنقصي منه اربعة بس في الاخر خالص مش حينتهي معاكي باربعة. وعادي ده مش هتبقى مشكلة. بس انا حابة انت تلتزمي اكتر انك تشتغل سلسلتك من مضعفات رقم آآ اربعة. خلاص? علشان تنتهي معانا باربعة ويبقى معاكي الشكل آآ ده. خلاص ان يبقى اخر السطر او هنا كده بالزبط يبقى معاكي العدد اربعة. لكن انت لو اشتغلت اي عدد وممكن تنقصي منه اربعة ولكن اخر سطر عندك آآ مش هينتهي هنا معاكي باربعة. فانا قلت حاب برضو اقول لك. آآ طبعا الخيط انها استخدمته ده هو خيط قليزة. تمام? آآ قليزة بيركم كلاسيك ده. وابرة رقم آآ تلاتة ونص وابرة الاسورة آآ رقم آآ تلاتة. تمام? فطبعا لو حابة ان انتي آآ في اي سؤال طبعا تحت امرك. ولو اول مرة تشوفيني ياريت تشتركي وياريت تعمليني لايك للفيديو عشان تدعمينا. عملت عقدة البداية. وابتدي اشتغل عدد من السلاسل المضاعفات رقم اربعة. وحقيز بالمنصورة الدوران بتاع آآ اكبر حجمه او دوران المكان اللي هو آآ عايزة طول التيشرت يكون مناسب ليه. فحمر كده بالسانتي. وهعمل عدد السلاسل نص الصانتي ده لشان خاطر انا هعمل امام منفصل عن الخلف. يعني هعمل كتتين امام وخلف. انا خلصت اول سطر اهو بغرزة الحشرة. هنتزي ان انا هرتفع بواحد سلسلة. وهدير الشغل بتاعي. وشايفين اول غرزة اللي هي سلسلة ارتفاع اللي احنا ارتفعنا بيها. هنروح في الغرزة اللي بعدها على طول. وعندنا اهوة ضلعين اللي هو الامامي والخلفي. فانا هشتغل في الحلقة الخلفية بالشكل ده. والشغل بتاعنا من اول هنا هيبقى كله عبارة في الحلقات الخلفية. فانا هشتغل في الحلقة الخلفية. غرزة حشو. فوق كل غرزة حشو. في الحلقة الخلفية باشتغل غرزة حشو. اهو. يبقى انا بدخل في الحلقة الخلفية واشتغل غرزة حشو. بالشكل ده. هكمل السطر كله بنفس الطريقة في كل غرزة. بشتغل في الحلقات الخلفية غرزة حشو. وهكرر الطريقة دي آآ خمس سطور. يبقى انا هطلع خمس سطور في كل غرزة غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هخلص ونركع تانين كامل. آآ بصوا هنا يا بنات آآ زي ما احنا شايفين هنا. دي القطعة عنا بشتغل معاكو. آآ القطعة بتاعة الامام. آآ دي هنا القطعة بتاعة الخلف. هبتدي من اول السطر رقم آآ سبعة. ابتدي ان انا اشتغل الغرزة بتاعتي وحتكون آآ هي بالشكل اللي هبتدي فيه نعمل فيه تناقص. زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا لو فاكرين احنا كنا اشتغلنا مع بعض آآ الكفية. آآ اشتغلنا خلاص السطور بتاعتنا وده السطر اللي بعد منه. وحبتدي ان انا اشتغل في الغرزة بتاعتي. آآ يعني هبتدي بقى ابدأ بالتناقص بتاعي من كل سطر. آآ هنا هسيب اخر اربعة لان انا عايزة الشكل ده. فانا هسيب آآ اربعة عايزة ان تفضل المسلسات معايا آآ بالشكل ان انا آآ ورته لكم. فهبتدي ارتفع بواحد سلسلة. وحرجع بنفس العدد. خلاص سطر بعد ما بارتفع سلسلة هرجع بغرز الحشو. هسيب اول واحدة وبدخل في اللي بعدها. في الحلقة الخلفية. مننساش اللي شغلنا كله في الحلقة الخلفية. وايا كان العدد بتاعك بترجعي بيه. انا هنا بالنسبة لي هرجع كده بخمسين غرزة آآ حشو في الحلقة الخلفية. فهرجع بنفس العدد. طبعا اه الغرزة آآ احنا معرفينها. كنت اشتغلتها معاك وقبل كاف كفية. فانا هبتدي ان انا كل آآ سطر هرجع بنفس العدد سطر هنقص فيه اربعة وهكزا. خلاص. ولكن انا حوصل لمرحلة آآ مش مش هرجع هنا. يعني هوقف عالسطر ده. مش زي ثانية واحدة. بري كفة كفية اكتر. طبعا آآ لشرح الغرزة اللي لسه اول مرة يشوف الفيديو ده. ممكن يرجع آآ لشرح الغرزة انا بقى بشتغل الكفية. هنا كنا كنا شغالين المثلسات رايح جاي فكنا بنقص لحد ما بوصل. كنا بنقص لحد ما بوصل لاخر اربعة عندي. آآ بحيس ان يدبى المثلس منتهي معايا آآ على الوسع اللي احنا شايفينه ده. وهكزا. نفضل ننقص لحد ما يبقى معايا الاربعة. آآ انا عايزة يدبى القطع معايا متساوية. فطريقة ان انا اشتغلت في الاول اول آآ ست سطور بغرس حشو سطر كامل. ده هيزبط معانا الديل مش هيكون معانا بميل زي حرف الكفية. لما كان منتهي معانا بميل. ده هيزبط معانا. وكمان ان انا هشتغل آآ لحد عدد سطور معين ووقف التناقص ده هيزبط معايا اكتر. آآ كلها. آآ طبعا هيكون واضح اكتر في الشرح. ولكن آآ يعني سطور بتاعتك لو حتفضل يتنقصي منها. وهيبقى معاكي آآ عدد التناقص بقى. انا بعيد سطور اللي فيها تناقص فقط. لو هيبقى مثلا معاك سطور التناقص آآ تمانية لأ هنشتغل اربعة لو هما هيبقوا عشرة هنشتغل خمسة. طيب آآ بمعنى بصوا كده هنا معايا سطور التناقص هنا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر. كده اتناشر سطر من من سطور التناقص عشان طبعا انا بتكلم على العدد اللي معايا. علشان يديني شكل الميل ده. فانا هنا تعالوا بقى بصوا هنا انا وقفت ازاي? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. اشتغلت سبعة بس ما كملتش. آآ تناقص في السطور اللي بعدها. وايه وبعد كده بقى خدت السطر اللي هو بتاع تزبيط الميل كله. آآ علشان خاطر ما يزوق ليش الشغل ويخلي الحرفة عندي بميل. فاحنا هنفضل نناقص. آآ لحد ما نوصل آآ لقبل الاجزاء الاخيرة. لقبل الجزء الاخير. آه. علشان يبقى معايا السطر آآ شكله آآ خط آآ مستقيم كده. هنبتدي السطر اللي بعد منه ان انا نساوي الجزء اللي بعديه. انا هشتغل دلوقت سطور التناقص اللي هو سطر بنقص فيه من كل سطر بنقص اربع ورز من الحشو والسطر اللي بعد منه برجع بنفس العدد آآ لحد ما حوصل الجزئية دي. خلاص? وبعد كده اوريكو آآ ازاي اكتر يعني. آآ طبعا زي انا عطيك اللي مش فاهم شرح الغرزة. يرجع لفيديو الكفية. هتلاقوه آآ تحت هسيبوه في صندوق الوصف. آآ علشان يبتبقى واضحة معايا فكرة الغرزة اكتر. زبطت خلاص يا بنات الميل بتاعي. ورجعت في كل آآ غرزة عندي بغرزة حشو في الحلقة الخلفية اللي هو السطر ده. تمام? لحد آآ فوق خالص اهو. وسبت اربع غرز. وحبتدي ارتفع بواحد سلسلة. وحضير الشغل وحرجع بنفس العدد. يعني هرتفع بواحد سلسلة كده. وحضير الشغل بتاعي. وفوت اول حلقة اللي احنا ارتفعنا فيها. وفي السلسلة اللي بعدها على طول في الحلقة الخلفية وحسحب واشتغل غرزة حشو. وكل شغلي في الحلقة الخلفية بغرزة حشو فيها. هرجع بنفس العدد. خلاص. لما اجي تاني اضير الشغل بعد ما امشي لنهاية السطر. بنفس العدد كده. وارتفع بواحد سلسلة. ورايحة الاتجاه ده. ورايحة الاتجاه ده. هفوت اربع غرز من السطر. اهوت واحد اتنين تلاتة اربعة. وهيبقى الحرف بتاع السطر حقف لحد ده. وهرتفع بواحد سلسلة. وارجع تاني. علشان خاطر يدي معايا المال اللي انتو كنتو شايفينه معايا هنا. فكل مرة بنقص فيها اربع آآ سلاسل. هتبقى في الاتجاه ده. خلاص? ليه? احنا عايزين الجزء ده هو اللي يتملى. ويبقى معانا هنا الارتفاع. وهنا الجزء اللي كان فيه هناك كبير اللي بعمل فيه التناقص بحيس ازبط القطع وتبقى ماشية معايا مسلسات. اهو اللي هو الجزء ده. ففي كل مرة هنقص فيها اربع سلاسل زي ما احنا شايفين كده. وفي الجزء دوت انا حفضل اناقص فيه اربع سلاسل لحد العدد بتاعي كله ما ينتهي لحد هنا. خلاص? حد ما يتبقى معايا الجزء الصغير ده. ففي كل مرة هنقص اناقص لحد ما السلاسل هنا عندي اه تنتهي اه بالعدد بتاعي اللي هو اربعة. فانا هبتدي اشتغل السطور بتاعتي لحد اه ما نوصل اه للسلاسل دي. لحد ما وصلت للآكل. وممكن كنا نوقف عمد الجزءية دي تناقص ويبقى معانا زي ما اتفعنا الجزء ده. زي ما انت حابة انت بليتحكمي اصلا في شكل الغرزة بسانا حابة تكون بالشكل ده. وكان ممكن كمان ان احنا نوقف لحد هنا زي ما وقفنا هنا في السطر ده. حيس يبقى معاك نص ميل وجزء من السطر آآ بالعدد كده. او كان هتبقى لحد هنا كده ويبقى جزء. لو تنتها كده كده هتبقى مديا معايا الشكل ده. يعني لو كنت وقفت الميل لحد هنا. وهنا بالعدل. كان هيبقى معايا نص ميل. وكانت هتديكي برضو شكل مختلف. كلنا هعمله في السطر اللي جاي. ان انا هزبط في الميل بتاعي بنفس الطريقة اللي انا اشتغلتها معاكو هنا. ان انا بشتغل آآ في الجن بتاع السطر. وآآ واسحب فتلة. وهخش في الغرزة اللي بعد منها. واشتغل غرزة حشو. زي ما اشتغلت بالزبط معاكو السطر بتاع تصبيت الميل. اهو بدنا انا بدخل في الجن بتاع الغرزة كده. واسحب الخيط. اشتغل غرزة حشو. كده ده السطر بتاع تصبيت الميل بتاعنا. بساوي فيه الميل بتاعي. بالشكل ده. وحنزل الميل اللي بعده في الجنب كده. واسحب خيط. وفي الحلقة. اول حلقة عندي في الحلقة الخلفية. اشتغل غرزة حشو. وفي اللي بعدها حشو. اتنين. التالتة. الربع. بالشكل ده. فطبعا هشتغل بنفس الطريقة دي. آآ اسوي فيها الميل بتاعي. وارجع تاني آآ للنهاية هنا كده. وارجع تاني بغرز الحشو. لحد البداية بتاعتي. واسيب اربع سلاسل. واقرر ان انا اشتغلته ده آآ لحد ما بتوصلي بقى طبعا آآ للطول اللي انتي عايزة يعني. هنا اهو. شايفين? انا اهو اشتغلت الميل ده. وبعد كده قررت واشتغلت الميل اللي بعده. اهوت. وبعد كده قررت كمان الميل اللي هنا المفروض بقى آآ هوقف. يعني انتي بتشتغلي او لحد الطول طبعا المناسب ليكي. بس انا هنا بدأت اوقف ما اشتغلت نص الميل زي البداية هنا خالص. اهيت زي البداية هنا خالص ليه? لان انا خلاص وصلت للطول المناسب. طب امتى بوصل للطول المناسب? اول ما تبتلي تحطي الجزء عليكي وتوصلي لمنطقة الصدر. خلاص? عشان لسه قدامنا مسافة علشان خاطر نزبط فيها القطعة بتاعتي تكون متساوية من فوق زي من تحت. عشان اقدر اطلع منها الجزء بتاع الكتاف. فاحنا هنشتغل الطول بتاعنا بنفس الطريقة اللي احنا عرفينها. لحد بنعمل المسالسات ديت. لحد بنوصل لمنطقة الصدر ونوقف. فانا هنوصل بس لحد منطقة الصدر. ونوقف المفروض ميل. وحنشتغل تمن آآ آآ تناقصات زي ما اشتغلت هنا بالضبط بر. خلاص? فانا هشتغل معكم الطول لحد ما نوصل لفوق. انا اشتغلت اهو مرتين بس من انا آآ نقصت من السطور. وحاجي في الصدر ده اهو اللي انا اشتغلته. هساوي بقى بيه الميل كله حد نهاية السطر انا هشتغل. طبعا بامشي ليه? وانا بدايما بساوي السطر بكمل بيه لعرضه كله. عشان لما برجع آآ بالسطر بشتغل في الجزء ده آآ الايه الميل التاني. طيب انا بعد ما سويه هشتغل بقى في الاتجاه ده مرة واحدة بس من آآ الميل زي كده. في الاتجاه ده اشتغلت مرة واحدة من آآ من الميل اهوت. في الجزء ايه دي. اشتغلت مرة واحدة بس. وما خلت هشت انتهي. معني السطر بتاعي ما كانش عند بداية السطر من هنا. زي ما انا متعودة لأ انا هنا سيبت سلسلة واحدة بس. عشان خاطر لما في السطر اللي بعد منه. وانا بساويه وبساوي الميل آآ اكون ماشية معايا السطر يكون عادي. لان لو خليت السطر ده على البداية. اهو. اللي هو ايه كنا مش كنا منيجي نبتدي الميل الاتجاه التاني. كنا منيجي عند اول غرزة من هنا. من خط العدل ده. بنقف آآ بالغرزة. لأ فانا هسيب غرزة واحدة عشان لما اجي اساوي الميل. ما يبقاش عندي الحكة دي طلعه برزة آآ من النص. خلاص? فهو. لما جيت ساويته. اتساوي معايا بالشكل ده. وبقى واخد شكل مستقيم زي ما انتم شايفين. واشتغلت كمان سطر واحد من غرزة الحشو. بخط المستقيم زي ما احنا شايفين. وبدأت بقى ايه? آآ اقسم الاعدد بتاعي واطلع بالكتاف زي ما احنا شايفين كده. طبعا عشان هو لطفلة فانا يعني ايه? آآ الخط بتاع الكتف او ارتفاعات الكتف في سطورها اوليلة. معاك انت حيبقى في عدد من السطور كويسة لو انت بيتنفزيه آآ لمقاس اكبر اكيد. خلاص? فانت بتحسبي بقى آآ كده وتطلعي بالبسطور الكتف بغرز من الحشو. برضو في الحلقة الخلفية. فانا كل هعمل وحشتغل الجزئان اللي انا قلتها لكو دي. اللي هو عبارة عن ميل واحد وساوي السطر. وآآ واطلع بالاكتاف. بعد ما خلصت آآ مساواة السطر اللي هو الميل. ورجعت تاني بغرزة الحشو. ووقفت هنا عند البداية. اهو. وقفت هنا عند بداية اللي هو الارتفاع اللي هو ده. خلاص? انا هشتغل هنا في الجزء ده. هعتبر كأن السطر هنا بينتهي زي بالزبط ما اشتغلت الفكرة دي هنا. وحرتفع بقى واحد سلسلة وافضل بقى اشغالة في الاتجاه ده. علشان خاطر زي ما تقول لكم احاول ازبط آآ الميل. فانا هشتغل هنا مرتين بس من التنقيس. انا كنت هنا اشتغلت الاتجاه ده تلاتة. فانا هشتغل مرتين. واساوي. هوريكو برضو في النص التاني. اواضحة. اهوة. اشتغل اشتغل. مفروض ان انا هشتغل اللي هي الجزئية دي مرتين. وحرجع تاني اساوي آآ بالسطر. هاخد كده واساوي اهو. دي الجزئية بتاعت اللي ما اشتغلت تلات مرات. واحد اتنين. اهو. واحد اتنين تلاتة. وخدت سطر وسويت اهوت مع الجزء اللي كان هنا. ورجعت تاني اللي هو جزئية بقى انا هشتغلها دلوقتي. اه اللي هو هشتغل لحد هنا وانقص. واقف يعني. خلاص? انا بشتغل في الجنب ده. حسيب الجنب ده اللي انا بحاول ازبط. وارجع تاني اعمل السطر اللي بعد منه. يبقى كده ايه? اشتغلت مرتين. واحد اتنين. وبعد كده هرجع تاني اشتغل سطر واساوي بيه. همشي بيه على كله. هساوي بيه الميل. تمام? امشي بغرز الحشو كلها على الجزء بتاعي كله. ماشي? وبعد ما امشي بالسطر كله. حاجة اعمل مرة واحدة بس. آآ اهوت زي ما احنا شايفين. نقصت مرة واحدة بس. واشتغلت بعد كده في اخر سطر واحد. عشان خاطر اساوي بيه السطر كله. اهي. راضحة. بالشكل ده. يعني بنشتغل آآ يعني طبعا هو هيفرق معاكي انتي عشان على حسب المقاس اللي انتي بتعمليه. آآ ولكن حاول اديكي الفكرة ازاي انك تزبطي الميل. لما بديجي الزبط انه زبطه بشتغل في اتجاه واحد. يعني بعتبر ان هو ده نهاية السطر عندي وبحاول امليه. بتمليه بقى بسطرين تلاتة من التنقيص او بسطرين واحدة واحدة وبنرجع لما نيجي نساوي بنساوي الطول كله. لما بنيجي نساوي الميل. بنمشي على السطر كله. وارجع تاني اشتغل الاتجاه التاني آآ بميل واحد على حسب برضو الفرق اللي عندي. واحدة واحدة بتلاقي عندك الايه السطر عندك بقى ماشي عدل. وحتى لما بتقيسي بالمزورة الجنبين طول الجنبين. هتلاقيه عندك بقى آآ مزبوط. اشتغلت اهوية بنات تلات مرات من من السطور التناقص. والسطر اللي رجعت بيه تاني اهوة. ده انا هساوي بيه بقى ايه آآ السطور او هساوي بيه الميل. ولما هساوي بيه مش هساوي بيه واقف لحد هنا. لأ انا هكمل بيه آآ لعرض الجزء بتاعي كله. فهنا هشتغل كمان غرزة. وحنزل ان انا اساوي. اول ميل عندي. الشكل ده. في الحلقات الخلفية غرز من الحشو. يعني هنفضل نشتغل في كل جزء عندي بحيس ان انا آآ في كل جزء ميل بحيس ان انا احاول ان انا ازبط السطر واساويه ببعض. لحد ما الفرق يبقى بسيط فباخد بقى السطر كله آآ بغرزة الحشو ولاقي عندي الميل بدأ يزبط والسطور بدأت ايه تتساوي مع بعض. فانا هنا هساوي اخر ميل واخده بغرزة الحشو كله وارجع تاني للاتجاه ده هشتغل في النص ده زي ما اشتغلت في النص ده برضو سطول من الميل. بس انا ده الوقت هساوي بقية الميل وحرجع اوريكم ازاي برضو هزبط فرق الميل. انا خلصت يا بنات القطعة اهيت. زي ما انتم شايفين. قررت لحد ما وصلت آآ عند منطقة السطر كده. وخلاص هوقف عشان اساوي القطعة من فوق وما تبقاش عندي آآ بالميل. زي ما احنا شايفين كده. اه ده كده الحرف بتاعها. انا كده هوقف مش مش هعمل تناقص تاني في الجزء ده. وسبت السطر بالعدل. وهنا كده الميل. شايفين? فانا المفروض عايزة املأ الجنب ده. آآ بستور من آآ من جرز الحشو علشان اقدر اخلي السطر يكون عندي متساوي ما يبقاش عندي من ميل ده. فكل اللي انا آآ عملته في الخطوة الاخيرة اللي وقفت عليها. ان انا جيت في اخر سطر ده ساويت بقى سطور الميل. زي ما احنا شايفين اهو في السطر ده. والسطر اللي بعد منه وانا راجعة من اول بقى هنا كده. رجعت بغرز من الحشو. زي ما احنا شايفين. وحاجي هنا هبتدي بقى عمل تناقص للغرز. آآ تدرج يعني كده للغرز في الجزئية دي عشان املاها. فنهاية آآ السطر بتاعتي هخليها عند بداية ايه? آآ او عند نهاية السطر اللي فاتة اللي ده. عشان انا لو كملت من هنا او اشتغلت على الجزء ده. الجزء ده عندي هيعلى. لأ انا عايزة هنا الجزء ده بس هو اللي يعلى معايا. فانا هعتبر كأن آآ هو ده طول السطر اللي عندي. وحبتدي بقى ان انا اشتغل آآ التناقص بتاعي فيه. او الغرزة بتاعتي اللي هي بالتدريج فيها زي كده. طيب انا هشتغل يا دوبك عشان هنا الميل بسيط. فانا هشتغل آآ تلات مرات بس من الايه? من آآ من تسلسل التنقيس بتاعي. وتلات مرات يعني آآ ست آآ سطور. لان مرة بن بنقص العدد ومرة بنرجع ميه. مرة بنقص ومرة بارجع بيه. طبعا آآ انتم فاهمين قصدي لان انتم متابعين معايا الغرزة. فحاجي هنا دي كده اول غرزة كده آآ كتف اتجاه ده. فحشتغل كمان غرزة. عشان اكون وقفتها عندها بالزبط. وهبتدي ارتفع بواحد سلسلة. وهدير الشغل. وهرجع بنفس العدد. هفوض اول غرزة زي ما اتفعنا. وفي اللي بعدها بشتغل في الحلقة الخلفية حشو. وهكرر لحد آآ نهاية السطر. من انا بشتغل في الحلقات الخلفية. انا بنات هنا خلاص آآ شبكت الكتاف زي ما احنا شايفين كده. الجزء بتاع الاكتاف. ده كده اتشرت نفسه. اهوت. وحسيب الجناب مفتوحة اللي هو الجنبين. حسيبهم علشان خاطر هبتدي آآ اعلم للطول بتاع الكوم. هقول له طول فتحة الباط بالشكل ده. وهحط علامة الناحية التانية كده. وهشتغل على الكوم على المفتوح. خلاص. هشتغل غرز كده من الحشو. هنا كده. لحد العلامة التانية. علشان خاطر انا عايزة يعني انا حابة اشتغله على المفتوح. انت عايزة تقفليه وتخيطي الجناب وتشتغلي الكوم برحتك مفيش مشكلة خالص. يعني خلاص تقفيل التيشرت زي ما انت حابة. انا بس كنت حابة آآ افهمكو او نوريكو ازاي? هنشتغل الجسم بتاع التيشرت نفسه. بعد كده يعني اهو ده كده شكل الكوم. انا اشتغلت الكوم التاني. بالشكل ده كده. اهو. اشتغلت الكوم اهو. على المفتوح. زي ما بتك عايزة تقفلي الجزء بتاع الجنب وبعد كده تشتغلي الكوم زي ما انت عايزة. واشتغلتها بنفس الغرزة. اللي هي غرزة الحشو برضو في الحلقة الخلفية. الشكل ده. ورجعت تاني اقفلته من من تحت كده. وناخد بالنا واحنا بنقفل آآ ان كل سطر يكون ماشي مع المقابل ليه من الناحية التانية. عشان يكون الشكل العام كويس. من تحت هنا برضو من الجنية بقى هوت. نحاول ان احنا نزبط برضو في التقفيل. اللي هو ده طول الجنب. وبالذات المسلسات تبقى ماشية مع بعض. هون. هنزبط اتجاهات الشغل مع بعض. مع بعض علشان لما نقفلها يبقى الشكل آآ ماشي صح. طبعا لما بتجي تقفليه هتقفليه بغرزة الحشو من جوه. اهيت. يعني هي سهلة ما ما فياش اي مشكلة. بس اهم حاجة ان احنا بنزبط السطور تكون ماشية آآ مع بعض اتجاه واحد آآ عشان يبقى شكله حلو. التضلعة تبقى ماشية مظبوطة. خلاص? فكل اللي انا هعمله ان انت هتتقفلي الجنب وحترجعت آآ تشتغلي الكوم زي ما اتفقنا بالمقاس المطلوب. بتشتغلي غرز حشو بتفرديها كده. وحنبتدي ان احنا نشتغل غرز حشو داير ميدور على قد المقاس بتاعك. خلاص? وتشتغليها اي بقى غرزة حباها انت الكوم. عفوا. سواء غرزة آآ عمود نص عمود آآ اللي انت حباها غرزة حشو عادية. آآ انا اشتغلتها في الحلقة خلفية عشان تبقى شبيهة آآ شوية لجسم التشيرت. فانا هعمل كده في الكوم التاني. ان انا هعملوا برده معيكم. هدخل كده بالابرة. اول حاجة دا غرزة حشو عادية. هتبقى اساسة عندي. لو هتشتغليها على المفتوح هنبتدي ان احنا آآ نشتغل تنقيس في اول حوالي آآ منقوله في اول خمس طور. تمام? هنشتغل آآ تنقيس آآ في اول السطر وفي اخر السطر ورزتين حشو بالنقص. تمام? آآ يعني نشتغل ورزتين في غرزة. مش تنقيس زي ده. لأ. تنقيس اللي هو العادي بتاعنا. علشان خاطر آآ ياخد معانا الكربي بتاع الباط. فانا هشتغل اهو في غرزة حشو في السطر ده. والسطر اللي بعد منه. هشتغل يعني في كل آآ فوق كل سطر من الجنب كده غرزة حشو اساس للشغل بتاعنا. هشتغل ده لحد نهاية السطر. رجعتلكو تاني اهو بعد ما اشتغلت آآ سطر من جرزة الحشو. احنا هنا بنشتغل القم على مفتوح. وزي ما اتفقنا هتقدر يتقفلي الباط بتاعك. آآ آآ عفوا الجنب بتاعك وتشتغلي القم زي ما انت عايزة. فيش مشكلة اي طريقة انت حباها. انا حابة ان انا اشتغل القم على مفتوح. بعد ما اشتغلت الحشو التناقص اللي قصد عليه. بقى اهو هرتفع بواحد سلسلة. وطبعا شغلنا هنا في الحلقة الخلفية. هرتفع واحد سلسلة. وفي اول غرزة هدخل واسحب. وفي تاني غرزة برضو هدخل واسحب. بقى في حلقتين وحقفلهم بغرزة واحدة. اللي بعد منها برضو هدخل. واسحب. واللي بعدها. لابن انا كده آآ عملت في اول اربع غرز من الحشو. آآ تناقص. اشتغلت كل غرزتين في غرزة. هكمل السطر بتاعي بقى عادي. وآآ برضو في اخر اربع غرز هشتغلهم بنفس اول السطر. آآ هتشتغلي الطريقة دي على حسب بقى ايه آآ الشكل بتاع الحرده بتاعتك. بتقيسي على آآ جزء من اللبس اللي عندك على القمة كده. وبتشوفي انت عايزة الكرب بتاع الميل ده آآ قد ايه. طب لو بتشتغلي مقاس كبير هتشتغلي آآ طريقة التناقص دي. سطر. وسطر اللي بعد منه بتطلق نفس الغرز. يعني فكل غرزة غرزة. طبعا يعني هنا عندي اوهو غرزتين. بعد ما كانوا اربعة بقوا اتنين. فهشتغل فوق كل غرزة آآ غرزة. سطر اللي بعد منه هشتغل برضو تناقص. علشان خاطر لو اشتغلت يوم ورا بعض في المقاسات الكبيرة. هتلاقي هنا في الجزء اللي هو تحت الباط كده. اوهوات. لما تيجي تقفلي كده الكوم. هتلاقي ان اهوات كده في ايه آآ كلكيعة او الشكل مش واخد الكرف الشكل الحلو. فاهمانين? مش هيبقى ماشي معاكي بطريقة حلوة يعني. فانتي ايه آآ اشتغليها سطر سطر. هناك هتبقى شايفاها يعني. انا بس ايه آآ ببقى مدياكي الفكرة ازاي انك تظبطي الدنيا معاكي. فانا هكمل هنا السطر بتاعي فوق كل غرزة غرزة لحد النهاية وهعمل في اخر اربع آآ غرزة عندي آآ تناقص. آآ طبعا هكمل بقى الكوم بنفس الفكرة. آآ بس انا بالنسبة لي هنا التناقص هشتغله بس اول آآ خمس سطول ما صغير. يعني دي بانوتة. وبعد كده هرجع اكمل الكم بالغرزة بتاعتي دي. اهو. ده كده الكم اهو. شايفين? وفي الاخر خاص بشتغل آآ الاسورة بتاعتي. برضو بغرزة الحشو في الحلقة الخلفية. بس طريقتها ابليك انا كنت شرحها في فيديوها التانية. او لو حاب تغيري الشكل اشتغليها عمود امامي وعمود خلفي زي ما انت حاب. ده كده يبانت بعد ما خلصت خلاص الكم زي ما انتو شايفين كده. اهوت برزة الحشوة. عملت الاسورة. ده كده بنا عند الباط. ده في الكم اهو. وهنا جيت على الرقبة. حطيت كده شعر خيط الشعر على الحرف. انا كده ابقى خلصت تي شيرت واتمنى ربنا نكون شرح اه ازاي اعملها قطعة اه مستقيمة اه بطريقة سهلة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وشكرا والسلام عليكم.